السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني أخواتي في هذه النشرة الخاصة بتوقعات حالة التقس بيئة المغرب فإن شاء الله سوف نقدمكم آخر توقعات التقس بيئة المغرب ابتداء من يوم الغد والأيام القادمة والمود المعنية بالأمطار جدا قوية إن شاء الله وبالنسبة للفترة الصباحية إن شاء الله من يوم غد فسوف تشهدوا المملكة دخول منخفض أطلس سعيد الأمطار مهمة إن شاء الله وقوية أطلس بإذن الله وأجواء غائمة على وجدة محتمال بعض التساقطات المطارية بحول الله بنسبة كدلك الفترة بعد الزور في توقع استمرار التقس غير مستقر وامطار حاضر إن شاء الله أطلس بإذن الله وكذلك محتمال كدلك استمرار التقس غير مستقر مع تقدم كدلك منخفض جوي آخر بإذن الله خلال الأيام القادمة سوف نقدم لكم مناطق المعنية منخفض جدا قوي بإذن الله نسأل الله في تلك الفترة الليلية في توقع استمرار أجواء غير مستقرة محتمال تساقطات تلجية على مرتفعة الأطلس كبير وعلى أمطار حاضر على ابن ملال ويتبينت ومراكوشي شاوة بإذن الله وميدلت وربما تكون بعد تساقطت على مرزوقه بالنسبة ليوم الاثنين أجواء كدلك غير مستقرة أقصى شمال المملكة أمطار ضعيفة ومتفرقة أحيانا مع تقدم كما قلنا منخفض جوي أطلس بإذن الله وكذلك مارس بإذن الله قادم بقوة إن شاء الله سيؤدينا مطار عاصفية كما سوف نريكم في هذا الفيديو المفصل بالنسبة كذلك اليوم الجمعة بإذن الله فيتوقع أن تكون أجواء نسبين غير مستقرة بإذن الله محتمال تقدم منخفض جوي أطلس قوي سيؤدي الأمطار عاصفية وقوية خلال الأيام القادمة كما سوف تشاهدون في هذا النموذج الأوروبي كما تلاحظون إخواني الأعزاء أمطار عاصفية وجهة قوية على عدة مناطق وعدة مدن من الملكات سأناس على الله التباتل أمطار مهمة إن شاء الله والمناطق المعنية فهي الواجهة المتوسطية ومن قلمين إن شاء الله حتى العيون وكذلك حتى طنجة بإذن الله أمطار حاضرة على المدن التالية بإذن الله بقوة وتساقطات تلجية أمطار حاضرة على وجهة والنظر الحسيمة طوانطنجة العرائش الريبات داربيد سيد سليمان فاس مكناسكيك وسيد سليمان وميدل توطط الحاجة وخنايف ربني ملاق على استغنة بانت وكذلك بن قرير وفي قيب الصارح الشيشة وأصوار رأسة في بن قرير الجديدة سواحل الوسطى بإذن الله لأمطار حاضرة على تلوين وتلودانت وأقادير وتبينت وقلميم وطنطان بإذن الله ورززات وتلوين وأمطار وتلوج حاضرة بقوة إن شاء الله مع أمطار عاصفية وقوية نسأل الله التباتل يدر منخفض إن شاء الله